طيب بسم الله احنا هنقول فاسكلر ديزيز على ترتيب كتاب برايمر اوف دياجنوستيك كاتب تحت العنوان ده ده اول عنوان بدأوا بعد مشارع مقدمة اناتومي في شابتر النيورو ايمدجينج بدأ الفاسكلر ديزيز وبدأ يشرح في اه انتراكراني الهيمرج بيزيبان ازاي الانتراكراني الهيمرج في السي تي اكيود وصب اكيوت وكرونيك وايه علامات الاكتف اكسترافزيشن اه هنا هتلاقي برايمر كاتب حاجة اسمها اه دول دول انرجي سي تي حد عارف ايه الفحص ده طيب انا اقول لكم دوت دوت جهاز سي تي بيبقى في اتنين اتنين سورسز او بيصور باتنين باتنين سورسز للاكس راي لو دوز اكس راي ولايه الخالص وهي وهاي دوز يعني احنا مثلا لما بنصور في العادي بنصور اروند مية مية وعشرين كيلو فايصور مرة مرة لايه الخالص سبعين تمانين ومرة يصور عالي خالص اه مية واربعين مية وخمسين ومن الصورتين دول اه الجهاز والسوفت وير بيطلع حوالي ست سبع ست سبع صور كمان اه بتبقى مميزة اوي يعني ممكن يشلك اه يعمل لك صورة يشلك منها الكالسيون بس اه ممكن يعمل لك صورة اه ايودين ماب السابغة السابغة بس فيعرف يفرق لك الحاجات خدت سابغة ولا ما خدتش اه يعرف يشوف مسلا بتاعة اللي هي بتبقى مش لازم فجهاز جهاز اه بيصور باللودوز وهيدوز اه اكس ري فيقدر يعمل ست سبع صور كمان بالسوفت وير ويفرق الكالسيوم من اليود من من حاجات تانية كزا اه كيميكال كومبوزيشن ويعرف يشوف الماتيريال اللي انت بتصورها دي في ايه في السيدي بس انا اقول حبيت اقول لكم بس معنا الجملة اللي كاتبها برايمر ديت لكن الجهاز اللي اعرف ان هو مش في مصر يعني مش موجود في المنصة اه بعد كده برايمر بيتكلم على منظر الانترا كرينيال هيمريج في في الامر اي والايفوليوشن بتاعة الستيجز اه بتاعة الهيماتومة اه ايتم بعد كده هايبرتنسف هيمريج والاماكن بتاعته ويتيومر هيمريج بعد كده اتكلم على الانيوريزب انواحهم واهم طبعا انيوريزب اللي هي الساكيلر الساكيلر بري آآ انيوريزب جاينت انيوريزب ويتكلم عن انواح تانية انفكتروس ديسكتينج آآ اثروسكولوروتيك وبعد كده كومبليكيشن اهم كومبليكيشن للانيوريزب ان هي ترابتر سب اركنويد هيمريج موضوع مهمة جدا بعد كده اتكلم على الصاب اركنويد هيمريج خلص اه خلص الصاب اركنويد هيمريج بنوع تاني اه سبيشيل شوية من اه من الصاب اركنويد هيمريج هنقوله اللي هو بري ميزينكيفاليك اه نانيوريزب سب اركنويد هيمريج الفاسكولا المالفورميشن انواحة وبدأ يشرح الافي ام الارتيريوفيروس مالفورميشن وليها الجريدينج انت على قد ماجستير مش مش لازم تحفظ الجريدينج دوت سبيتزلر كريتيريا كابيلري تالانجيكتيزيا كافيرناس مالفورميشن مهمة جدا اخر حدا شرح كتبها برايمر في الجوزة ده تعالوا نبدأ المحاضرة الباوربوينت اشتركوا في القناة بسكولار ديزيز اشتركوا في القناة سوف نبدأ نتكلم على الانترا كرينيال يمرج و الانترا كرينيال يمرج ممكن يباى تروماتيك ونون تروماتيك و الاكيوميلاسيين يباى يمكن يباى انترا اكزيل و اه اكسرا اجزيل. لو فاكرين ان احنا لما اتكلمنا اه تيجي توصف اي حاجة في في بتتكلم ان انت اما عندك اما انت عندك اريا اف اب نورمال سيجنل وتبدأ اه توصف توصف فيها. يحطينا حاجة جديدة انترا كرينيال وي اه نوصفها يا اما حاجة نورمالي اناتوميكالي موجودة بس شكلها لغير وبقى ابنورمال بنقول اريا في ابنورمال سيجنل. لو حطينا في في البرين اه او في انترا كرينيال بيبقى اهم حاجة انت تفرق في الاول اه ازاي تفرق ان القصة دي ولا اكسرا اجزيل اللي اللي قلناه اكسرا اجزيل ولا اكسرا اجزيل. ممكن حد يقول لي ازاي نفرق بينهم? ازاي ممكن ممكن يعني ايه انترا اجزيل واكسرا اجزيل وفرق بينهم ازاي? ازاي? ازاي اجزيل بيبقى ام ازاي ايه ايكسرا اجزيل ازاي او ازايをگنبي اترا اجزيل تعال بتأكده بس مش فكرها. اللي هو ما بين الكورتكس والاي والموضل. يبقى انت لما بتيجي تبدأ وصفك. شكرا يومنا. بتيجي وتبدأ وصفك في اي حاجة. مهمة جدا لما تقول الانترا كرينيال اس و ال ده تفرق هو بتطلع بره ولا اه اه اكسرا اكسيا ولا و كمان ممكن يبقى اه طيب اللي هو مراحل اه شكل الهيماتومة او الهيماتومة الانترا كرينيال في والامة اهو. في احنا في الاول طبعا بنبقى ده من تلات ايام بيبقى لون الهيماتومة بعد بسبب اكتر حاجة. لكن في اكسبشن ان العيان لو من الاول اللي هو حصل له كان كان الهيماتومة اقل من تمانية فممكن تبقى الهيماتومة اكيوت ومش هايبردنس او. صب اكيوت هيماتومة وبعد كده كرونيك بعد اه اسبوعين تبقى هايبو دنس والصب اكيوت تبقى اه ايزو دنس. ده مثلا اكيوت هايبردنسف ليفت سريبرال هيميرج ده اهو. هايبردنس اه ليفت سريبيلر صوري. ليفت سريبيلر اكيوت هيماتومة. اه بسبب هايبردنس وانقول على اماكن اللي بيحبها الهيماتومة. عندي اتنين ساينز الاكتف اكسترافزيشن. في ساين خدناها قبل كده سورل ساين وي سبوت ساين. لو تفتكروا لما السلايد ده قلناه في الابديورال هيماتومة. ادي هيماتومة. وهي مع ده بسبب الكلوت فهي هايبردنس. مع الاكتف بليدنج الجديد بيبقى هايبو دنس. ده في النون كونترست سي تي. لو انت لو انت حقلت سبغة. لو انت حقلت سبغة زي هنا. ده 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 هيمراجيك اه ميتس. لكن اه وما كانه ايه تبكا للهايبردنس. لكن لما حقلنا سبغة. ظهر حاجة اسمها سبوت ساين. سبوت ساين. فوكس كده خادت خادت سبغة. ده برضو من علامات انه هو اا اكتف اكترافزيشن. المنظر منظر الهيماتومة في الامار اي معقد شوية. هحاول ان شاء الله ابسط الدنيا فيه. هنقسم الهيماتومة لخامس مراحل هيبر اكيوت اكيوت ايرلي سباكيوت لاته اكيوت وي كرونيك. هنتكلم على تي وان و تي تو في الاساس في الهايبر اكيوت الهايبر اكيوت بيبقى تسعين في المينة منه مية الكمبوزيشن بتاعه ووتر فبيبقى السيجنل اشبه ما يكون بالوتر او اقرب ما يكون للوتر فهتبقى لوف وان وهاي في تيتو بعد كده في الاكيوت بيحصل فبنفقد السيجنل بتاعة المية دي في التيتو فبيتحول التيتو لاسود بنفضل تي وان تقريبا زي ما احنا لو والتيتو باسود يبقى الاكيوت هيمتومي لو لو ومور درك في تيتو ال orangêm plots ويبقى في التيتو بيبقى ان ت لو لقيت في البريين في في تيتو او انترى كريني بريت سيجنيل في تيتو بيت بتفكر في مثم هويب يبقى احنا الاندمرك او البصمة بتاعة المتهم جب انه هو يبقى برايت في T1 يبقى الارلي سب اكيوت برايت في T1 لكن بتبقى دارك في T2 لما تبيض في T2 يبقى ابيض ابيض يبقى ليت سب اكيوت يبقى الـ سب اكيوت ابيض اسود ده الارلي والليت ابيض ابيض لما نبقى كرونيك بعد كده بنسود في الاتنين لكن هو اللي أنا عايزة نبع عليه إن مراحل الهيماتومة مش بتمشي كلها هوموجنس بتتغير من بره جوه مرة ومن جوه لبره مرة دي حاجة الحاجة التانية لو حصل ري بليدينج أو البليدينج كان على مراحل فممكن يبقى عندك كذا كومبوننت أو كذا ايج أوف بلود برودكشن برودكتس دي جريدينج برودكس ممكن تبقى موجودة معك طيب يبقى احنا قلنا الهيماتومة ديت في الاول ديت بيبقى البلود فيها معظمه ميا وبيبقى أكسي هموجلوبين والأربسيس سليمة وجواها الأكسي هموجلوبين انتراسيللة الأكيوت هموتومة ده بنفقد الاكسوجين من جوه لبره يبقى دي اكسوجينيت البلود ولسه الأربسيس سليمة وجواها دي أكسي هموجلوبين وحصل خلورة ركتريكشن وفقدنا المية وبقينا في T2 فقدنا T2 بتاعتنا اللي كنا في الهايبر أكيوت شابه الوضر الإيرلي ساب أكيوت واللات ساب أكيوت اتحولنا من هيموجلوبن عادي إلى مت هيموجلوبن مت هيموجلوبن ده بينوّر في T1 الإيرلي مت هيموجلوبن الإيرلي ساب أكيوت بيبقى الأربيسيز لسه ما حصلها رابتشر اللات بيبقى الأربيسيز حصلها رابتشر الكرونيك بنبقى هيموزيدرين دارك دارك ان سيجنال تي وان و تي تو هتلاقي برايمر عامل علمة كده اي بي اي دي بي دي بي بي دو دو اللي هو بيحاول يعني يسهلك الامور اللي هو كل فيز عاملة ازاي بس انا حسيت بالعلمة دي انه هو صعبها اكتر لكن احنا هنقول ان انا في الهايبر اكيوت بلد بقى بقى زي المية بقى زي المية لو هاي في الاكيوت بلد بفقد السيجنال بتاعة التي تو ببقى دارك في التي تو لو لو واكتر سوادن في التي تو في الصاب اكيوت ببيض في الصاب اكيوت عشان في الاول في الاول في ابيض اسود بعد كده يبقى برا ابيض اسود ده نفس الكلام بتحول اكسيموجلوبين دو اكسيميتوموجلوبين يطلع برا السيز نبقى هيموزيدرين وفريتين ونفس مراحل السيجنال فعندك ايدي هايبر اكيوت بلد بيبقى بنبقى شبه الفلود ده الدياجريم ده منظره سي تي انا ايه اللي حاصل عندي هنا ده امار اي على عيان عنده هيمتومة ممكن حد يوصف طب حد يوصف ويقرأ الكلام اللي مجدوب على جنب هيساعده لازم اختار الضحية بنفسي طب يلا يا محمود محمود از محمود انت معنا انا كده دخلت بس ما عرفش انطلعت لي انا مش عارف من عندي ولا من فين طلعت ازاي انا خرج يا معرفش البتاع وقف وبعدين خرجت ودخلت تاني لوحد وفتكرت انه ده عندي كل الناس طب انت شايف الصورة هذا عندي انا بس رقا دلوقتي انا شايف الصورة طب انا ايبا انت شايف الصورة وانا سمعك ده حلو اوي طب ايبا يلا بينا لو شفت الصورة دي اتوصفها ازاي ماشي يبقى احنا عندنا يبقى احنا الصور بتاعتنا دي تي وان يا محمود ودي تي تو اكزيال عند السريبيلوم كده. تمام. ايه يعني اقولي السيجنال بتاعها ولا اقول مكانها ولا. ماشي مكانها مكانها. في الليفت السريبيلوم. كويس جدا. ايه رايك في السيجنال? يعني هل تقريبا? بس يعني مابدايا. ماشي ماشي ماشي. بس معظمها معظمها ايه رايك هنا يا محمود? معظمها هنا هنا لو. يعني. هنا لو. طيب يبقى المعظم المعظم لو. تمام? وهنا المعظم يعني تمام. ايه رايك ده يمشي تيومر? مفيش دي ما يعنيه في حواليه. ماشي هو ده لو جريت تيومر. تمام. المفروض عامل. عامل. تقولي اه او لا انا بسألك بقولك ايه رايك ده يمشي تيومر? طب اه ينفع يبقى معنا سابغة يعني. لا اله الا الله. يا ابني اه يا اه يا اه لا. ينفع اه ينفع. ليه ينفع? عشان ما ينفعش ليه. حاجة سبيس اوكيبوينج ليش. مفيش اي حاجة اصلا. وعمل امس ايفكت. اه. ايوة مفيش اي حاجة ان هي اجينيست يومر. دي النقطة اللي انا عايزة نبع عليها. يعني انت يا محمود عشان المحاضرة هيماتومة. وانا روح تبادئ الهيماتومة. وقلت لك دي دي صور هايبر اكيوت هيماتومة. فانت دماغك كلها من تصدرين هيماتومة. لكن نفس العيان لو بتشوفه كال مش بريزنتينج باكيوت اه ستيتس بستروك او بحاجة. عادي خالص ان ده يتكتب اس و ال وان ان انت ممكن تفكر في في تيومر. فهو ده اللي انا عايزة انبه عليه. انه هو كتير جدا كالعادة. ان عيان اول ما ما يقع من طوله. اول حاجة تتعمل اما رأي. هيبقى فيه غلط كبير جدا لو انت شفت اما رأي كمان من غير ما تعرف الكلينيكل فانت هتكتبه تيومر. تمام? لو عملت له سيتي هتلاقي المنظر ده. لكن انت الفكرة الفكرة ان انت لو عملت رانين على طول قبل ما تعمل سيتي هتطلق طبعا طبعا منظره في الهايبر اكيوت زي ما قلنا شبه اه التيومر. هو ده اللي عايزة احذر منه ان العيان ان العيان اللي في اول حاجة بنعملها هو وان في الاول خالص بالذات الهايبر اكيوت ممكن تشبه جدا التيومر. تمام? طيب ادي ادي صور تانية برضو ليه هايبر اكيوت متومة ادي ادي المنظر في تي وان وادي منظرها في تي تو. وطبعا زي ما قلت لكم الهايبر اكيوت بيخدع جدا ان انت اه تشبه التيومر. اه الاكيوت متومة اللي حصل ان انت فقدت الاكسجين والوصف اكسجين بيحصل من جوة لبرا بيغير في السيجنل شوية وكان بتفقد المية اه عن الهايبر اكيوت. يبقى فقدنا تي تو سيجنل. انا مسلا عندي الصورة دي هنقضع على كزا مراحل عندي اه عندي الهيماتوميس والهيماتوميس مش يونيفورن. مش هموجينس. فيهم كزا كومبوننت البلد. بس انا اللي مشاور عليه بالاحمر ده هو ده الجزء اللي هو لو. ويه لو في تي تو. نفس الكلام هنا ادي لو في تي وان ولو في تي تو. لكن اكسر سوادا كمان في تي تو. ده منظر الهيماتومة في الاكيوت. الايرلي ساب اكيوت زي ما قلنا ان احنا بدأنا نكون متة مجلب. المتة مجلب في الاول يبقى وبرضو هتلاقي ان اقولك ان تحول لمجلب لمجلب المتة مجلب بيبدأ من جوة لبر. ده لدي جريم اللي انه يبقى انا البصمة بتاعتي في الساب اكيوت بلاد ان انا هايبر في تي وان ادي هيماتومة برا وادي منظرها في التي تو والسسيبتابلتي. انا عندي ساب ديور الهيماتومة. bright one و dark في تو. ايرلي ساب اكيوت. نفس الكلام ادي bright one و dark تي تو. ليت ساب اكيوت هاب ابيض ابيض. اكسرا سيللا اه هيموجليبن. ادي ابيض ابيض. برضو السورة دي اللي قلنا عليها فيها كزا كومبزيشن للمراحل الكتير من من ايجيس اوف بلد. لكن اللي مشاور عليه ابيض ابيض. نفس الكلام. ابيض في الone. ابيض في الtwo. نفس الكلام. ليت ساب اكيوت. ابيض في وان. وابيض في تو. اللي هيماتومة بتبدأ تعمل الكابسول اهو هيموزادرين آآ بريفيرل. بدي ابيض في وان. وابيض في تو. آآ اكسترا اكزيل. الكرونيك. ان احنا. يعني انا جايب بصورة كلاسيكية جدا من ريديو بيت. بيديا بقينا هيموزادرين سكار اسود اسود. ادي الهيموزادرين سكار في التي تو. وادي الجرادينت اسود. وادي التي وان. دي مراحل الهيماتومة بسرعة وي بتبسيط الامور. آآ سبنتينيس ان شوف بقى شوية صور لسبنتينيس نون تروماتيك انترا كرينيال هيمورج. ده مسلا هيماتومة كبيرة بسبب هايبرتينسف هيمورج. الهايبرتينسف هيمورج بيحب جدا الاماكن اللي فيها احنا قلنا لما بتتقسم بتتقسم بيتقسم بيرفوريتورز وكورتيكال برانشز. البرفوريتينج زي عند دول اشهر اماكن بيحبهم الهيم الهايبرتينسف هيمورج. فانا عندي هيماتومة كبيرة متكونة جانجليو بيزل. وسرحنا كمان انترافنتريكل الهيمورج. والانتراف الاكستنشن اف هيمورج انترافنتريكا is bad بروغنوزز. هايبرتينسف هيمورج عند اكيوت. عند الثالمس. انا هنا سيربيلر برضو الهايبرتينشن يحب السيربيلر هيمورج. ده هيمورج انطوب اف فينس سرومبوزز. اه ان شاء الله هنقول الجزء بتاع الفينوكلوزف ديزيز في الاخر ان انا عندي ديب اه فينس سيستم. الديب فينس سيستم اتقفل فيقفكت حوالي اه على جانبي الثرد وان الفينوكلوزف ديزيز بيحب جدا لما يدخل في فينس الفينس 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 تبقى عندها هاي تندنسي ان يحصل فيها بسبب الفينس ده 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 عيان من من صورة اه كاتيتر اه انجيو جريم. ادي مثلا موريك المنظر النورمال لما بنتقسم انترنال كاروتد يتقسم الى ميدل سيريبرل وانتير سيريبرل بيبقى طالع كده ميدلاين لا هنا حصله ديس بليسمينت شوية نحية الميديل اللي هو الانتيجيو سيريبرل ارتري وان انا عندي هنا بس انا مش شايف الهيماتومة اللي عاملة الماس افكت اه اللي موجود. اه سيريبرل هيمرج مثال تاني احنا اه على الهيمرج ان انا يكون اه اندر لاينج بسكولر مالفورميشن وده هتوقعه في طفل فده كان سيريبرل هيمرج وكان باين بعد كده فاسكولر مالفورميشن اندر لاينج الهيماتوم ديت في الطفل دوت. دوت سبب تاني سيريبرل هيمرج في حد سنه كبير في مكان لوبر رقم واحد اللي هفكر فيه اللي هو الاماكن غير اماكن الهايبر اه تنشن الهايبر تنسف هيمرج ان انا هفكر في اه الميتس فا او التيومر التيومر هيمرج عموما فده كان هيمرج من متاستاتيك ميلانوم. ده سيريبرل هيمرج من من اه بسبب كان في حد اه سنه صغير وبرضو المعلومة اللي بنأكد عليها ان في السنه صغير بديك سكروز الفاسكولر ليجنز وي الدراج ابيوز. حد فاكر اميلويد انجيو بثي. حد ذاكر اميلويد انجيو بثي. اه بسيجي مايكرو بليد انجيو بسيجي بتاعة اشكال كده. بالزبط شاطر ايه شاطر اميل ده 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 اميلويد دي بوزيشن وبييجي بتلات اشكال. ممكن يعمل لوبرهيمتومة او يعمل اميلويدومة ويعمل مايكرو بليدس ويعمل ويت ماتر ديزيز زي السمول فيسل ديزيز او هو بالفعل سمول فيسل ديزيز. هنا جاية جاية اه بمنظر مايكرو بليدس الصورة دي ايه ايه. ايه. الايه تيزول ستار او السسبتابيليتي. السورة السسبتابيليتي. شكرا جدا ايه. هنا اميلويد انجيوباسي عامل بقي اميلويدوم. الاماكن بتاعته يحب جدا ربتشار أو من الميدل آآ سريبريل. او البازيلرآ أه سيستم او آآ وهو بيدي البرفريترز للبرينستيم. فاشهر اماكن لي الهايبرتنسف هي هو هو هامريج ويبونتين هامريج. اه دول اشهر اماكن للهايبرتنسف هامريج. ده ده يجريم على قصة الجانجليوبيزل هامريج وده صورة بالزبط على المكان الجانجليوبيزل اللي بيحبه الهايبرتنش والهايبرتنشن برضه بيحب يعمل مايكروبليدز او ممكن يعمل مايكروبليدز اه وهتبان معنا في صور ودي عاملين هاماتومة كبيرة لكن طبعا هامريج زي ما قلنا بيحب ممكن يعمل برضو دول اشهر اماكن للهايبرتنسف آآ هامريج دي الصورة اللي شفناها دليل على الحاجة التانية آآ ان المكان دوت في حد سنه كبير ان هو يبقى هايبرتنسف شفنا صور الاماكن الهايبرتنسف هامريج لوبر وبالفعل دوت آآ طلع هامريج متهسس هايبرتنسف هامريج ومس افكت وانترا فينتريكلر آآ اكستنشن كلها امثلة على نفس الفكرة بتاعة آآ هايبرتنسف هامريج انا بحط صور كتير في في البرزنتيشن لنفس الكيسز عشان تعود عينيك كوي اه تتعلم منها وتحاول توصف على كل واحدة الدنيا ماشية ازاي كلهم نمازج لي هايبرتنسف هامريج. تيومر هامريج. آآ القاعدة اللي تحطها لنفسك ان هو برا التيبيكال لوكيشنز او آآ برا قصة النعيان كبير عنده هايبرتنشن ويز تيبيكال لوكيشنز بلازم هتتابع السريبرا الهامريج ده. باشهر حاجة في سن كبير يبقى فيه اندرلاينج تيومر هو اللي عمل كده وفي سن صغير ان يبقى فيه فاسكولر آآ آآ انومالي هي اللي عملت كده. فالعيان بيحتاج فلو اوب. انا نفسي بحب الفلو اوب جدا في في آآ حالات كتير بي بيهللنا الغز حالات كتير من الفلو اوب. ده تيومر هو في البوستيريور فصة وحاصل عليه آآ هامريج نفس الكلام تيومر وعلي آآ هامريج ادي ده 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 تيومر آآ ليفت سريبرال وفي يامريج ده برايت في في تي وان منظره آآ مليان ميكس سيجنل بس لما جينا هنا تي وان وحقالنا سابغة هتلاقي ان فيه كومبوننت كومبوننت منه بتاخد سابغة آآ بياخد سابغة انت هتدور في العيان دوت على اي باتشي او نوديولر انهانسمنت لكن الهامتومة العادية ممكن تاخد مارجنل آآ انهانسمنت مشهور جدا برضو البتويتري مكرو ادينومة ان يحصل فيها هامريج وممكن يدخلك في بتويتري آآ آآ ايبوبليكسي ادي برايت في وان وآآ برايت في تو ممكن التيومر الهامتولوجيكا الماليجنس بها تعمل لك آآ آآ هامريجيس بسبب جنرال اللي هو البليدينج تندنسي زي دي حالة لوكيميا وفيها آآ مالتيفوكل آآ سيريبريل آآ هامريجي في حاجة اسمها ريموت سيريبيلر هامريجي ممكن اعيان لو عامل عملية سوبرا تنتوريال في سيريبيل هامريجي بعد العملية يحصل لو سيريبيلر هامريجي يعني دول امثلة من حالة عاملين عمليات Sopratentorial Cerebral Hemisphere Surgery بعد العملية بكام يوم تلاقي العيان دخل في Cerebular Hemorrhage دي حاجة اسمها Remote Cerebular Hemorrhage وفيه ثيرز بتحاول تفاصره Germinal Matrix Hemorrhage حد حضر معينا المحاضرة اللي فاتت اللي قلنا فيها الجزء الhypoxic ischemic اللي ما تسجلتش كله بيهرب انا حضرت بس مش فكر لو حضرتك تسأل على الاشهر انا مش فكر والله طب ذكر لا بس عارف الترم يعني الترم ده فكر لا لا ما ذكرتش كمان لا لا ما ذكرتش طب ابقى ابقى فقرني عقبك محمود لا انا عقابي حاجات كتير طيب هل جابنا سيرة الجيرمن الماتريكس همرج محمود يعني بيتهياء دي اوه طب ايه جيرمن الماتريكس ديه محمود مش فكر كان لياه على كوب الهيبوكسي كان بيحصل هامورج طب ايه جدا يبقى دية طفل بريتر ممكن يتعرض لهايبوكسيك استرس فالجيرمن الماتريكس دي حصل هامورج كنت عايز اسألك يا محمود انت عارف ان في في ال فورميشن بتاع البرين في حاجة اسمها كورتيكال مايجريشن او مايجريشن ويعمل كورتيكال فورميشن اللي هو اللي هو اللي هو لو جبنا صورة مثلا اي صورة اجزي اللي هو ان اصلا هنا جو عند الفلور وتبقى الجيرمن الماتريكس الجيرمن الماتريكس دي بتبقى وهي اللي بتكون الكورتيكال سيلز او بتهاجر منها الكورتيكال سيلز وتوصل لحد الكورتيكس ويحصل لها ديفرينشيشن وماتيوريشن عند الكورتيكس وتكون ال النيورون سيلز تمام؟ ده قصة ببساطة كده قصة الجيرمن الماتريكس ماشي يا محمود وبقى ذاكر ماشي؟ حاضر طيب يبقى احنا جبنا سيرته المرة اللي فاتت كده في قصة ان طفل متعرض لي هايبوكسيك هايبوكسيك فممكن الجيرمن الماتريكس دي اللي هي موجودة في الجيرمن الماتريكس دي يحصلها هامورج فالطفل ده يخش في جيرمن الماتريكس هامورج خلينا نقف لحد هنا ونبدأ الميتينج اللي بعده تمام؟ انا بدأت تسجيله الحمد لله شكرا انكم فكرتم طيب هنكمل كنا بنتكلم على جيرمن الماتريكس هامورج احنا قلنا الجيرمن الماتريكس دي بتبقى موجودة في الفلور فلما يحصل هامورج فيها الهامورج الاول بيبقى موجود الهامورج بعد كده يسرح من ويسرح الجريد اللي بعدها جريد ثلاثة ده جريد وان بعد كده بعد كده جريد ثري الهامورج دخل فيه جريد فور انه حصل أو هامورج في هامورج انترا فاحنا الجريدين جريد وان زي ما قلنا جيرمن الماتريكس هامورج عند حاجة اسمها كودو ثلامك نوتش كودو ثلامك نوتش في النيونيتس بيعملوا ترانس كرينيال ألترا ساوند وهنشوف صور ألترا ساوند كده هم بياخدوا صور كورونال وساجتل على البرين ونبدأ نوصف منهم البرين اناتومي وي بصولوجي ففي الاناتومي في حاجة اسمها كودو ثلامك نوتش جريد وان هماتومة ان احنا نشوف هماتومة بتبقى موجودة في المكان ده هنشوف مكان و شكله بالالترا ساوند جريد ثو ان احنا حصل معنا جيرمن الماتريكس هامورجterior هامورج جريد ثري إن حصل معانا ventriculomegaly أو ventricular dilatation جريد فور إن حصل عندنا parenchymal hemorrhage وده بيبقى عبارة عن hemorrhagic infarction طيب تعالوا صورة الألتراسون صورة الألتراسون دي أنا واقف فوق عن الفونتانيل وقاطع sagittal sagittal في الbrain مش midline لا بارا ميدين وجايب المنظر بتاع الكوديت نيوكلس دي الكوديت نيوكلس وإندنتينج الجزء الفرانتال أهورن بتاع اللاترال فينتريكير وراء الكوديت نيوكلس بيبقى الثالمس بينهم بيبقى جروف أو نوتش كودو ثالميك جروف هنا ده منظر الكرويد بليكسس وهي نزلة من اللاترال فينتريك للبادي للترايجون للتيمبرال هورن ده صورة ألتراساوند للمكان ده لو تلاحظوا معايا أنا كده واقف واقف كورونل على الفونتانيل وادي مرسوم معايا الجايراي والسرصاي وادي الفالكس سيربراي في الميد لاين أنا واقف كورونل عند الليفل بتاع الفرونتال هورنس ادي ادي فرونتال هورنس بتاعة اللاترال فينتريك وادي كوربس كالوزا وادي الكوديت نيوكلس تاني فانا لو وقفت ساجتال ساجتال عند الليفل ده خلاص هاجيب الكوديت نيوكلس قدام والثالمس وراها والمكان اللي بينهم اسمه كودو ثالميك جروف فانت جريد وان ان انا عندي هيماتومة جيرم الماتريكس هيماتومة موجودة في الكودو ثالميك نوتش او جروف ده كده وده منظرها في الكرون طيب ده ده جريم من دياجنوستيك ايميجينج على ان زي المرحلة الاخيرة خالص ان احنا اللي هي الهيماتومة من الفلور اوف لاترال فينتريك اللي انترافنتريكولا هو فنتريكولا ديالاتيشن وي فينس افرق او هيميجيك انفرقشن في البرينج ده ده جريم باصولوجي او سوري ده باصولوجي جروس باصولوجي ده هنا صورة التراسوند لجريد وان هيماتومة جريد وان جيرمينا الماتريكس طيب انا اما ارأي لأ بدأ يحصل بلد انترافنتريكولا جريد تو جريد سري انا الهيمريج الصبق بن دايمل وكمان سرحنا انترافنتريكولا وي بدأ يحصل ديالاتيشن جريد سري ده بل ام ار اي فيه هيمريج جوه وحاصل جريد سري جريد فور ان انا كمان البارينكما او السريبرا هيمسفير ويت ماتر حوالين الفنتريكول دخل فيه هيمريج انفاركشن انترافارينكما هيمريج فده جريد فور انا حاولت اجيب لكم صور معبرة كده عن كل مراحل الجيرمينا الماتريكس هيمريج احنا لما اتكلمنا المرة اللي فاتت وان شاء الله ده الجزء اللي هنسجله في الآخر النهاردة اللي هو الهيبوكسيك اسكيميك انجري وممكن بنقسمه او احنا بنقسمه ل بارشيال وبروفاوند انجري وبنقسمه على حسب ضرب انهي سن او ضرب الطفل في انهي مرحلة قبل كام اسبوع او بعد او بيرينيتل تيرمي بيبي ولا بريتير هناخد بعد كده او ايتم تاني اللي هو الانيوريزم والانيوريزم برايمر كاتب الاسباب بتاعته وهمهم على على الاطلاق الساكلر انيوريزم اللي هي البري طيب اللي هي الもست كومن اللي هم 25% تعريبا من الPOPULATION ماشيين عندهم البري انيوريزم دي. ودول كلهم بيبقوا يعني الوال كله هو اللي عامل لكن في انواع تانية هنعدي عليها. يعني الاختلاف على ان هي او زي ما بنقول اه ان خمس اه سوري اتنين ونصف في المية من من البوبيليشن اه ماشيين ماشيين عندهم الانيوريزم دي. فانا هي البرانيوريزم او اه الساكيلر سريبرال بريانيوريزم ده يترو انيوريزم يعني الوال كله بتاع الانيوريزم بيشارك في تكوين الانيوريزم. تسعين في المية منها بيبقى موجود في الانتيري يعني الكاروتيدز. اتنين ونصف في المية من البوبيليشن عندهم الانيوريزم دي. خمسة وعشرين في المية من عندهم انيوريزم بيبقوا ملتبل. وخمسة وعشرين في المية بيبقوا جاينت. ويعني ايه جاينت انيوريزم? يعني حجمها اكتر من خمسة وعشرين ميلي. او انا موضب الارقام كده بحيث ان انت اه تحفظها يعني. ده منظر دايجريم لشكل الانيوريزم. ساكلانيوريزم ويدي دايجريم لمنظر الفلو فيها. بيبقى ليها نك. والفلو جواها بيمشي ازاي. دي دي صورة مثلا اه ثري دي ليه ليه بيريانيوريزم وهي بتحب تكون موجودة عند البيفوركيشن. طيب ده سورة مر اي. اه اجزيال تي وان. حد شايف الانيوريزم هنا. دكتور عبد المين. بالضبط كده كويس جدا دكتور عبد المين. هي موجودة هنا ايه. ده منظرها في. في السيكونس المختلفة. حد شايف الانيوريزم هنا. الرايت. الرايت فين? في ايبر. بالضبط عند السيلفيان فيشر كده عند بداية بداية وطالع السيلفيان فيشل. تمام? بزومين قوي. اه عليها. ادي سيتي انجيو. ادي الانيوريز ده كونفنشنل. دي صورة سري دي. هنا موجودة عند. نفس الكلام هنا هنا كبير شوية وسيجنل آآ فويت. بازيلر. هنا ايه. هنا العيان دوت. ده ده منظرها كده. لما حقنوا سابغة. لقوها كلها. مفهاش آآ آآ مش وغدة كونترست انهانسيمنت. فهي كاينت ترومبوز. طلع من الامسي اي. وثرومبوز اانيوريزم. والعيان عمل بيرفيوجين سيتي بيرفيوجين. وده السريبرا بنطفلو كالر ماب. وحصل له آآ اسكيميا وانفاركشن على الديستريبيوشن بتاع ليفت ام سي اي. جاينت انيوريزم قلنا ان هو حجمها يعدي آآ خمسة عشرين ميلي. وهتبقى معاك لأي ماث في في الاماكن اللي فيها آآ 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 ارتري وانا آآ آآ حاطت حاطة القاعدة دي وانهو انت أى ماث ممكن تطلع انيوريزم وممكن تطلع يماتهم. عشان دول اكتر آآ حاجات بيلاغبطوك انه انت سودوتيومي. فهنا جاينت جاينت انيوريزم وعملة آآ كرونيك اروجين في البون. دي الانيوريزم ودي عاملة زي لا مليتك كده ارتفاكت من الفلو سودوانيوريزم ان انت اي سبب تاني غير غير اللي قلناه او اي حاجة تانية ممكن يعمل تير ويعمل هيماتومة والهيماتومة دي تبقى كومونيكيتنج الارتري كومونيكيتنج هيماتومة فساعتها دي الانيوريزم بشي تبقى متكونة بكل بتاعة الارتري فيها فهتبقى سودوانيوريزم السودوانيوريزم في البرين مرتب ايش اماكنها الاماكن التيبيكال زي البرانيوريزم عند بتاع الارتريز زي الانترنال كاروت بيدي ام سي اي زي ما الانتيريو الانتيريو سيريبرل بيتوصلوا بالانتيريو كومونيكيتنج لا هنا موجودة مثلا في مكان غريب شوية وشكلها الريجيلر وعمل هيماتومة دي كانت حالة تروماتيك سودوانيوريزم اثر سكلوريتيك فيوزي فورم انيوريزم ان انت فيوزي فورم دايلاتيشن للارتري بسبب اثر سكلوروزيز فيه ده 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 انظر بسولوجي وده الانتيريو ادي سي تي وهدي ام ار اي لمناظر اه في اثر سكلوريتيك انيوريزم كبيرة لما اشعر حاجة الاسر سكلوريتيك انيوريزم لما تاخد فيرتيبرو بازيلر سيستم بيسموها فيرتيبرو بازيلر دوليكوكتزيا يعني الفرتيبرو بازيلر سيستم بيبقى الانجيتد ويضايليتد وترشوس فيدخلنا في مشاكل اه اسكيميك ويدخلنا في مشاكل كمان بالماس افكت فده ده منظر بسولوجي ليه فيرتيبرو بازيلر دوليكوكتزيا ممكن يبقى الفرتيبرو بازيلر سيستم الانجيتد ويعمل ماس افكت هنا برومننت شوية لكن هنا حاجة اكستريم ده صورة سري دي ليه فيرتيبرو بازيلر دوليكوكتزيا ده منظرها بسولوجي ويدي دايليتد وي ترشوس وي اولينجيتد بازيلر ارتري وممكن يضغط على النرفات اللي موجودة في بيسموه فيرتيبرو بازيلر دوليكوكتزيا كلها صور لنفس الفكرة انتو تقولولي بقى ان احنا خدنا قبل كده فيلترومة كزا ساين ليه الارتيريال ديسكشن اللي هو الكاروتد والفرتيبرل كنا قلنا حوالي كم ساين كده تلاتة اربعة ساينز ليه الديسكشن ممكن حد يفكرني ارتيريال ديسكشن في الترومة محدش بيذاكر محاضرة الترومة يا شباب الارتيريال ديسكشن انا اختار الضحية دكتور عبدالله انت مش بتذاكر ولا يا دكتور عبدالله انت مش قلتني ان انت بتذاكر هزاكر بس مش مش قوي بزاكر بس مش قوي ازاك دكتور عبدالله ايه الاخبار تذاكر بس كويس جدا فاكر انت طب نجيب من الاول ان احنا قلنا العيان ممكن يخش في ارتيريال ديسكشن بعد ترومة بتبقى ممكن ترومة ميجور ولا ماينور يعني عشان عيان يحصل له ديسكشن في الول مثلا بتاع الفرتبرا الارتر محتاج ميجور ترومة ولا ماينور لا ماينور العيان ممكن بماينور ترومة خالص يخش في ديسكشن دي اول معلومة عايزين نفتكرها المعلومة التانية ان العيان دوت العيان دوت في كام ساين كده تباين معانا في الاشيعة فانت قلتلي كريسنت ساين ايه كريسنت ساين دي؟ كريسنت ساين كانت في الاكزيا كويس جدا في الاكزيا الام ار اي ماشي فدكتورة نورهين طب ما دخلتيش دكتورة نوران بتذكر من وراكو جماعة طيب كويس جدا في الاكزيا الاني صورة في الاكزيا الاماري دكتورة عبدالله التي وان فات ساب ريجي التي وان فات سات ليه؟ عشان اصلا اصلا الباصولوجي بتاحها ان هي انتراميورال هيماتومة حصل هيماتومة في الول بتاع الاردر بسبب الديسكشن تمام؟ فراحت الهيماتومة محوطة اليومين فعملت في الاكزيا التي وان فات سات عملت كريسينت ساين معاي يا دكتور عبدالله؟ نعم فاكرها؟ ولا نروح للبريزنتيشن ونفتكر؟ لا لا فاكر كويس جدا طيب فاكر ساينز تانية؟ ايو فاكر في الديجيتال ساب راكت ان كانت سترينج ساين شاطر جدا كويس جدا سترينج ساين كانت ايه بقى سترينج ساين دي؟ انه هي كل يومين هو الوحيد اللي هيباني ويكون زي الهيمات بالضبط كده لو انا واقف بأسرة جوه وبحق انسابغة وبشوف اليومين هلاقي اليومين بقى افكتد واتنويتد و رفايا خالص سترينج ساين كويس جدا دكتور عبدال بس مش فاكر جدا مش فاكر تاني شكرا جدا دكتور عبدال شكرا طب دكتورة نورهان مش عايزة تشاركي معانا ليه؟ ايو يا دكتور ها دكتور ما انت بتذكر من ورانا اهو لا انا فاكر الاسمي بس طيب هو دكتور عبدالله فكرنا بالكريسنج ساين وفكرنا بسترينج ساين تمام انت كتبت انك بيبقى فيه تارجت ساين فاكر ايها؟ اللي هو بيبقى اللي هو بيبقى من جوه هايبردانس ومن برا هايبردانس اللي هو كان زي كريسنج بس هتحوط الارتري كله وهيتبقى اليوم من جوه كعمل منظر تارجت ساين تمام واخر حاجة انت كتبها ال ايه؟ الانتمال فلاب صح جدا؟ شكرا 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 دكتورة نورهان شكرا جدا طيب انا اول حاجة عايز اقولها يريد ضمركو يقنبكو ونذاكر دي اول حاجة الحاجة التانية اللي هروح اجيب البريزنتيشن اللي هو بتاع التروما ونقول منه الكام ساين دول ايه دي؟ شير لو تفتكروا قولنا في التروماتيك برين انجيري من ضمن الانجي الانجي اللي ممكن يحصل ارتريال ديسكشن فانا ممكن يحصل تروماتيك ارتريال ديسكشن للكاروتد او الفرتبرا الارترس وقلنا انه احسن فحص يرسم لي الانجيري هو السي تي اه ارتريوغرافي او سي تي انجيوغرافي ده احسن فحص وهنستعمل كمان الامار اي اجزال تي وان فات سات على الاسكالبيز عشان اشوف حبة ساينز ممكن اه برضو تساعدني ايكسيكلوت حصل ارتريال ديسكشن ولا لا؟ تمام؟ وقلنا اربع حاجات انا لو شفت انتمال فلاب يبقى انا اه في ديسكشن لو بتبقى منظر الانتمال فلاب تبقى في اي حاجة في اي فحص والتارجت ساين دول مناظر في الصورة التانية اللي هو قلنا عليه بسبب ان بتنور واللي يبقى فممكن تعمل وممكن تعمل تارجت لو انا مصور الفلاو باي فحص او مر اي ممكن الاقي الفلاو منظره او اليوم المنظره اسمه دي علامات نشوف بصرح مثلا زي الصورة دي والصورة دي وهي دي تارجت ده منظر الانتراميورال هيمتومة وانا الفيسل هيبقى اتنيويتد ده بيمثل اليومان جوه والساكندري فيكت فوق الاي الاسكيمي وشوفنا منظر الانتمال فلاب ده كان الطريقة اللي شرحنا بيها الارتيريال ديسكشن هناك في التروماتيك برين انجري تعالوا نقول بقى النهاردة رجعنا الجزء بتاعنا اللي هو الفاسكولر انجري انجري اللي عايز ااكد عليه زي ما قلت ان ممكن تبقى ماينور بلانت ترومة تدخل العيان في اا ارتيريال ديسكشن والارتيريال ديسكشن بعد كده ممكن منه من ان الارتري يوسع فيعمل لك الترومة ممكن تبقى ماينور وممكن تبقى بلانت ترومة خصوصا في لو العيان عنده بيبقى هاي ريسك انه هو ممكن يخش في حاجة زي كده يبقى احنا بنتكلم بشكلة اعام اننا الارتيريال ديسكشن ممكن تبقى تروماتيك ديسكشن وده مور كومن لكن فيه كمان ممكن يبقى سبونتينيوس ديسكشن الحاجة التانية ممكن ابقى انترا كرينيال ديسكشن الفيسل وهو جوة الكرينيال كافيتي او اكسرا كرينيال سريبرو فاسكولار ديسكتين انجري اكسرا كرينيال وده هو المور كومن ده الجريدينج بتاعنا ده الجريدينج لبلانت سريبرو فاسكولار انجري عندي رينج رينج اوف باصولوجي ان انا جريد وان قبط الفيسل او الفيسل من الدسكشن حصل والرجلاريتي فقط واليومن بقى فكتد اقل من خمسة وعشرين في المية لو اليومن بقى فكتد اكتر من خمسة وعشرين في المية او عندي فلاب او ايما تهمة جوة او سرومباس جوة بقى جريد تو جريد ثري هو السودوانيوريزمو فورميشن جريد فور عيان بعد تروما الارتريت افل تماما ده جريد فور جريد فايف اللي هو كومبليت ارتريال ديسكشن واكتف اكسترافزيشن او فتح ارتري على فين ده ده بيمسل لنا الجريدنج بتاع الارتريال ديسكشن وديسكتنج انيوريزم اول حاجة خالص هيمتوم صغيرة او ميورال انجري ميورال ارجلاليتي قليلة خالص مش مكملها 25% من اليومن لو اكتر من 25% او عاملين سرومباس جوة او انتمال فلاب ده جريد تو لو عملت انيوريزم سودوانيوريزم بعد تروما يبقى ده جريد ثري لو قفلت الارتري خالص او او مش شايف ان الارتري بيكمل يبقى جريد فور لو انا اكتف اكسترافزيشن او حصل ارتريو فينس فيستولا يبقى جريد فايف ده ده جريم برضو لنفس الفكرة على بيفكرك ان انا ممكن احصل في الفرتبرال ارتريو هو في الكنال بتاعته ايدي صور صور كنفنشنال على بتمثل ناخد دي مثلا هنا سنة مش باينة قوي لكن هنا اللي هو منظر بتاع لكن هنا الفيسل اتقفل خالص اتقفل تماما عملت انيوريزم او اكتف اكسترافزيشن جريد فايف اه هنا مثلا ده 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 صور سي تي انجيو وده كنفنشنال ودي سودو انيوريزم متكونة انيوريزم في الارتري سودو انيوريزم دوت ده 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 منظر يمكن يبقى صعب بنسبالكو شوية انا عندي هيماتومة في الول دقيقة اللي كنا بنشوفها هناك كريسينت ساين او اه طارجت ساين في الفات سابريشن عشان بينور هناك اه في ال تي وان فات سابريشن ادي الكمبيليت اكلوجين وادي اكتف اكسترافزيشن وكمان ممكن فين ياملة معاك يبقى ايفي فيستلا الميوري الاماتومة بتنور زي ما قلنا في الفات سابريشن وادي بعد تروما بعد مد حصل انيوريزم هنيجي بعد كده الموضوع مهم جدا السابريكينويد هيميرج سابريكينويد هيميرج احنا السابريكينويد سبيس ده هو اللي فيه CSF ده حاجة الحاجة التانية هو اللي ماشي فيه الفيسلز فمهم جدا ان نعرف ان عيان الانيوريزم اللي احنا حكيناه اللي هو اهم نوع في الانيوريزم الانيوريزم دي بتبقى موجودة في المكان السابريكينويد مع الفيسلز لو حصل لها رابتشر في الاسبيس ده فالبلود يسرح مكان السي اس اف يملى بالسيف السي اس اف سبيس بي البلود نسميه سابريكينويد هيميرج التقسيم العامة لل سابريكينويد هيميرج تروماتيك سابريكينويد هيميرج ونون تروماتيك سابريكينويد هيميرج تروماتيك خينيه في الترومات وعادة يبقى مع اي نوع تاني من الهيماتومة زي الاكسرا ديورل او ساب ديورل. هو بتاعنا النهاردة وبتقسم تأسيمة تانية اللي هو وده اهم تاني اهم نوع بعد اللي هو وتعمل لي ده بيبقى عيان ماشي بالانيوريزم دي طول عمره فجأة بيخش في صادن سيفير اه اتاك اوف هيدك. اه ده الانيوريزم. ويه عندين عنواع تانية نون انيوريزم ال ساب اركنويد هيمورج. خدنا مثال عليها قبل كده. النون انيوريزم ال ساب اركنويد هيمورج. حد ممكن يجاوبني. هو ممكن الهيبرتنسف هيمورج يعمل اكستنشن للفينتريكل والساب اركنويد سبيس. ده اللي انا ممكن اعرفه. انا 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 كان قصدي اه دكتور عبدال منهم حاجة اولناه حاجة اولناه. حاجة اولناه بالفعل بريمزنكفالك. بريمزنكفالك. ايه البريمزنكفالك ده? اولناه امتى? حقيقة يا بافي في السستورن اللي حواليه وما بتوصلش كويس جدا شطرة انت بتذاكلي من ورانا حاجات ما قولناه ايش احنا ده لسه هنقوله النهاردة كويس جدا شطرة جدا لا لا شطرة جدا النون انيوريزمال في منه البريمز انكفالي وهنقوله النهاردة في نوع قولناه نون انيوريزمال وما كتوف اه في نوع قولناه المرة اللي فاتت ومكتوف برايمر المرة اللي فاتت انا محاضرت المرة اللي فاتت المرة اللي قبل اللي فاتت طب ذاكرت برايمر اه لا. لأ برضو. حاجة. طب تعالوا نشوف. مش عارفة انا ممكن اكون عارفة المعلومة صراحة بس مش. طب نفتكر كده في الادي ادي برايمر ادي الاستروك. تمام? وعدنا نشرح في الاستروك صح كده? كان من ضمن الايتمز اللي موجودة. نفتكر نفتكر. قلناها? فكرنا? او. لو تفتكره. طيب. على اهم دي قلناها. دي قلناها. واللي انت قلتيه صح جدا. واللي قاله دكتور عبد المنعم برضو اه ان انا ممكن او او الاميلويد او البرس مشهور جدا يعمل غير التروما. الحاجة التانية ان انا ممكن برضو حاجة تانية تدخلني في اه 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 الكورتيكال فين ثرمبوزيس. دي بقى قلناها المرة اللي فاتت. كويس جدا. شكرا شكرا جدا يا يومنا. انتو انتو جايبتو كويس شكرا لكم كلكم. تعالوا نقول. يبقى انا 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 حبيت انبه بس على ترتيب الانواع في دماغك. وان احنا كلنا بنفتكر الانيوريزمل ده اللي هي البريو رابتشارت. لكن في انواع في كزا سبب اه اه يبقى الساب اركنويد هيميرج تروماتيك ساب اركنويد ونان تروماتيك والنان تروماتيك انيوريزمل ونان انيوريزم. انا اخد بقى الانيوريزمل ساب اركنويد هيميرج. انا عايز اه ابسط ازاي نوصفه. ان انا هلاقي سالكل او سسترنل. انا بقى عندي ال السي اسي اف اتشال. وحطيت مكانه بلد. البلد ده هيبقى في 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 ال سي تي الاكيوت هيبقى لونه هايبر دنس. وفي الامر اي. اهم حاجة الفلير هيبقى لونه هايبر انتنس. لان الفلير المفروض انه هو بيطفيلي الفيسيولوجيك الووتر. فهيطفي النورمال سي اس اف. ويسيب بقية البلود اللي هو ابنورمال فلود منور. فيبقى وصفه هيبقى سالكل او سسترنل او الاثنين. ابلتريشن and smearing. باي. هايبر دنستي. ابنورمال هايبر دنستي في السي تي. وابنورمال هايبر انتنستي في الفلير. طب اي فحوصات احسن فحوصات تشوفلي السي تي. لكن في الساب اكيوت الساب اكيوت بلود. احسن حاجة هتشوفه لنا هو الفلير ايميج في في الكرونيك احسن حاجة تشوفه لنا عشان الامر سيدنا. دوت كده ببساطة اوصف ازاي الساب اركنويد في السي تي والامر اي. واي احسن صور تشوفلي الاكيوت ساب اركنويد والساب اكيوت ويه الكرونيك ساب اركنويد هامرش. المعلومة التانية ممكن تتسايل انه لو العيان ملتبل انيوريزمس. هو عاني واحدة اللي رابتشارت. مسلا. تمام? هتلاقي برايمر كاتب لك اكبر واحدة الاسبازمة حواليها. لكن من اهم النقط المكان بتاع الساب اركنويد هامرش. يعني انت لو عندك بيريانيوريزم موجودة عند الاي كوم الكوميونيكيتينج ارتري اللي هو بين الانتيريو سيريبر ارتريز. الاي كوم انيوريزم. دي بتعمل ساب اركنويد هامرش وبيسرح في الانتيريو انت الانيوريزم اللي هامرش يفتحها يسرح سوبرا سيلر. الانيوريزم اللي طالع من الام سي اي. الانيوريزم اللي هامرش يفتحها بيسرح في السيلفيان فيشر. وهكزا. ده يبقى بالمكان انت ممكن تعرف اه اه فين الانيوريزم اللي رابتشارت او تتوقع مكانها طالع من اني اه اردري. وقلنا زي ما قلنا البيريانيوريزم بتحب جدا ليها اماكن وبتحب جدا البيفوركيشن او اه البيفوركيشن بتاع اه الارترس في اه الانتيجي سيركيليش اه الكاروتوط. وهنقول البيري اه مزينج فالك. في جريدينج سيستم يعني اسم على قد الماجستير برضو مش هنحفظه فيشر جريدينج سيستم. ايه ممكن كومليكيشنز تحصل لي من ساب اركنويد هامرش لما عيان ماشي في حاله مرة واحدة بريانيوريزم تروح مرة بشارة بلاد في السي اس اف. البلاد في السي اس اف ده ممكن يخدخلك في مشاكل. مشكلة مهمة جدا بعد كام يوم العين ده بيخش في سيفير فازوسبازب للارترس بسبب ايه الكميكال متيريالز بتاعة البلاد في السي اس اف. فتاريتيت الارترس فتدخلهم في فازوسبازب وليهم علاج اسمه او ريجيمن اسمه تريبل اتش ثيربي. البلاد في السي اس اف يقفل الاماكن الدرينيج للسي اس اف ويدخلك في هايدروكيفلس. ومع الكرونيك. وده ممكن يوصل ان هو يعمل آآ فنتركلوستومي. مع الكرونيك ريكارانت ساب اركنويد هيمورج. ممكن العيان يخش في حاجة اسمها سوبرفيشيال سيدروزيس ان يترسب على سطح البرين هيموسيدرين. وعايز انبه ان مصدر الساب اركنويد هيمورج زي ما ممكن نفتكر كلنا اماكن الانتراكرينية او البرين. في كمان لو العيان عنده حاجة في الاسباين زي مسلا في الاسباين تعمله كرونيك ساب اركنويد هيمورج. وهي البلود بروديكس تسرح في الاسي اس اف. وممكن تدخل العيان في السوبرفيشيال سيدروزيس دوت اللي هنشوف صوره. وهي ممكن يبقى السورس او بلود اصلا سباين. يبقى انت الساب اركنويد هيمورج اللي هو يعني الهيمورج يسرح في الساب اركنويد سبيس مكان السي اس اف. تعالوا نشوف الحالة ديت. انا هنا غير الانترا Intra-ventricular سارح في ال باس ويستروز. كمان وفي انترا-ventricular extern. هذه المنظر بتاع laneuryism الانيوريزمال سباركينوية دامرج في نون كونترست سي تي فالنون كونترست سي تي عند الليفل بتاع البيزل ستيرنس مواردين أبنورمال سميرين and obliteration of the basal cisternus and sylvian fischer ccf spaces by hyper density او abnormal hyper density مهم جدا ان احنا بنتكلم على نون كونترست سي تي مش سبغة لان ده لو سبغة يبقى بنتكلم على بيزل ميننجايتس فده نون كونترست سي تي هنا مفهومش سبغة والكورتيكال فينز مفهومش سبغة وعندي لكل امبان ستيرن كودرجيم الستيرن والسوبرا سيلر وداخل على ويمكن راجع وراء كمان كل ده اي دي هنا بقى مش سيفير زي الليفل دي لأ مينيمال خالص عندي هنا المفروض الانتر بدانكلر سستيرن هنا يبقى فيها سي سيف اسود زي ده طيب نكمل في نكمل في الاجتماع التالت الزكرة عندي حديدية نكمل سبارك نويد هميرج هذه ابنورمال ابلتراشن ليه الاسي اس اف سبيسز ميهايبر دينستي نفس الكلام بلد سارح في الاسي اس اف سبيسز كلها صور على نفس الفكر ده صور فلير دي ما قلنا الفلير المفروض انه هو بيض في الفيسيولوجيكال ووتر هنا انا عندي ابنورمال سبيرينج لالسي اس اف سبيسز عند السلساي بهايبر انتنستي في الفلير هايبر انتنستي وفي في في الاسي تي هايبر دينستي ده فلير على فكرة وي اه اه ادي ادي الفينتركل سي سيف مطفي لكن دوت بيماثل الصورة بتاعت الاسي تي الابنورمال هايبر انتنستي زي الابنورمال هايبر دينستي وادي هنا اه هنا موجود في السلساي اه دي صورة اه سي تي انجيو بتوريك الفاسوس بازم ادي اه ده العيان في فاسوس بازم الفرتبرو بازيلر سيستم حاصل في سبازم في عيان ساب اركنويت وي اه هنا بعد فمن ضمن اللي عملها الساب اركنويت الفاسوس بازم اه يومنا ما شاء الله شطرة وقالت لينا على حاجة اسمها بيري مزينكفاليك الان ناول مزار ... احنا قولنا اهم اسباب الساب اركنويت هو الب разработ ... رقم اتنين الانيوريزملưngloop plag. بعد كده في فيه كذا كذا سبب ليه الانان انيوريزمال ومن ضمنهم بيريميزينكفاليك يعني أصاد أو حوالين الميت برين بيريميزينكفاليك لأن العيان ده مش بيبقى عنده غالبا هو فينس بليدنك لأنه في ده دا يا جريم بيوضح مكان بيريميزينكفاليك صعب أركنويد هيمريج الكلينيكال بريزنتيشن بتاع العيان نفس القصة في الستي بيبقى نفس المنظر اللي احنا قلناه بس هنا بقى حوالين الميت برين فقط الانتربيدانكيلر سستيرن و الامبيان سستيرن ده من كتاب كور وحاكي قصة البيريميزينكفاليك دي كويس البيريميزينكفاليك هيمريج زي ما قلنا انه هو غالبا السورس بتاعه فينس هيمريج والعيان ما بيبقاش عنده انيوريزم الحاجة التانية الكلينيكال بريزنتيشن بتاعه بيشبه الصاب اركنويد هيمريج الانيوريزم العادي طب امتى بالروح العيان لما العيان يعمل اتنين كاثتر انجيو جريم سيريبرل انجيو جريم والاتنين يبقوا نيجاتيف فور انيوريزم يبقى ساعتها بنشخص البرييميزينكفاليك سب اركنويد هيمريج وان العين ده حصله غالبا رابتشور والفين ده واتعمل بلد قدام وحوالين الميت برين فقط لا غير وهو اللي دخله في المشكلة دي ونعمل اتنين كاثتر انجيو جريم والاتنين يبقوا نيجاتيف فور انيوريزم طيب التفسير قلنا ان غالبا السورس الحاجة التانية ليه عملين نأكد على انه هو برييميزينكفاليك يعني البلد اللي في الساب اركنويد يدوبك سارح بس حوالين الميت برين وعمره ما يسرح للبقية السستيرنس زي السوبرا سيلر سستيرن لان قالوا المعلومة الاناتومي دي اللي هو في حاجة اسمها اركنويد ميمبريين ان الساب اركنويد سبيس ده مش كله كده فاتح على بعضه مفيش ميمبريينز لا في ميمبريينز ما بتتشافش في معظم الاشعاعات في الغريبية العظمة مش بنشوفهم ده اركنويد ميمبريين ما اشهرهم هو في المكان ده اللي 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 ميمبريين ده اركنويد ميمبريين بيفصل السستيرنس الانتر بدانكلر عن السوبرا سيلر وال والبريبونتاين تعالوا نشوف الديجريم قبلونه ده 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 الديجريم المفروض ان هو كذا كذا سيجمنت بس احنا مش عايزين نخش في التفاصيل اكتر من كده ان ليه ليه الهيمريج لما يتكون قدام وحوالين الميمبريين مش بيسرح للسوبرا سيلر ولا بيسرح للبريبونتاين سستيرن عشان الميمبريين ده اللي موجود اركنويد ميمبريين لليكويزت ميمبريين لليكويزت ميمبريين ودي وبيحاول يرسم لك مكان يوري لك مكان الميمبريين ده ده مجرد تفسير بس للحالة ديت اللي اسمعها بيري مزينكفاليك ده عيان هيجي بنفس هنلاقي عنده مش سارح في كل أماكن زي أو في أي مكان زي بقية أنواع الأنيوريزمال لأ ده حوالين فقط والعيان ده هنعمله اتنين لازم اطلعه قبله من روحه ونشقصه انه هو والتفسير بتاعه انه هو والأريكنويد هو اللي بيمنعه من هو يسرح في بقية البريين تاني حاجة قلنا بلكده في الـ ان في ممكن يحصل فوق عند السريبر الكونفيكسي نسميه سريبر الكونفيكسي سباركنيويد هامريج او وده الأهم الأسباب في الكبار الفينيس سرومبوزيس في كورتيكال فين والأميلويد وممكن كمان الهايبر تنسل بس مش مش كومن الفاسكولايتس في سن في سن اصغر شوية اللي هو فاسكولايتس و irreversible cerebral vasoconstriction syndrome وفي السن الصغير قوي الفاسكولايتس والدراج أبيوز والفينيس سرومبوزيس وبرضو بأكد على انه هو ممكن يحصل مع البرس البرس اللي هو الأكيوت هايبرتنسف انكفالوباثي يحصل لنا cerebral convex hemorrhage في السلصاي فوق عند ال cerebral convex وهدي الصورة الفلير convex sub arachnoid hemorrhage لو حصل لنا chronic recurrent sub arachnoid hemorrhage عندي complication ممكن تحصل اسمها leptomening superficial sidrosis بسبب chronic accumulation of hemocydrine على سطح البرين يعمل لنا المنظر ده زي زي كده الصورة دية لو تركز معي ان انا عندي في خط اسود راسم السيرفس بتاع البرين هيبقى اوضح حاجة كالعادة ادي في خط اسود راسم السطح بتاع البرين الhemocydrine على السيرفس بتاع البرين ممكن يبقى على السيرفس بتاع السباين كمان ادي صورة gradient وده اسمه سوبرفيشيال سيدروزيس العيانين دول بيشتكوا من سنسوري نيورال هيرين لوس وزي ما بأكد انه ممكن يبقى صورة من سب اركنو هيمورج يبقى تيومر او فاسكولر مالفورميشن في الاسباين هنخش بعد كده في الجزء التاني من المحاضرة اللي هو الفاسكولر بالفورميشن في اي سؤال في الجزء اللي في كله فاهم بنسبة 100% طيب الحمدلله يا رب دايما هنبدأ اخر اخر جزء في المحاضرة داية اللي هو الفاسكولر ديزيز فاسكولر مالفورميشن احنا هناخد هناخد الفاسكولر مالفورميشن في البرين بس عايز انبع على التقسيم الجديدة او اللي هو التقسيم الاخسبت دلوقتي للفاسكولر مالفورميشن انا عندي فاسكولر تيومر وعندي فاسكولر مالفورميشن والفاسكولر مالفورميشن بتتقسم سلو فلو وفاسكولر وممكن الجدول دوت هنقوله تاني ان شاء الله في آخر برزنتيشن في الهيداند نيك اللي هو تقسيمة الفاسكولار تيومرز والفاسكولار مالفورميشنز يعني مثلا مثلا احنا كلنا عارفين الهيباتيك همانجيومي الهيباتيك همانجيومي تعتبر تيومر فاسكولار تيومر ولا فاسكولار مالفورميشن اعتبر فاسكولار تيومر فاسكولار تيومر دكتور عبد المنعم ايوة طيب دكتور عبد المنعم ده احنا انا انا كنت فاكر كده برضو او كلنا كنا فاكرين كده كانت تقسيمة كده زمان لكن التقسيمة دلوقتي ان المفروض دوت فاسكولار مالفورميشن تمام ده اللي عايز اجدد معلوماتنا به دكتور عبد المنعم اللي هو احنا احنا عندنا تقسيمة فاسكولار تيومر وفاسكولار مالفورميشنز فاسكولار تيومر يعني انت عندك سيلز بتقعد تبروليفريت فانت تيومر نيوبلاز فاسو برويفريتف ليجنز ده الايتم الاوليني الايتم التاني فاسكولار مالفورميشنز لا دي فاسكولار سبيسز مالفورميشنز خلاص يا كوميونيكيشن غلط يا اما سبيسز غلط طيب الهيباتي كيمانجيومة اللي احنا نعرفها تعتبر فينس فاسكولار مالفورميشن طيب يبقى انا انا الفاسو برويفريتف ليجنز دي نيوبلازب وفاسكولار مالفورميشنز بينها فاسط فلو و سلو فلو لو انا عمال اكون كابيلرز جنب بعض ابنورمال يبقى انا كابيلرز طيب وفاسكولار مالفورميشن لا فينس سبيسز اللي هي السيستيك هجرومة ممكن ابقى ميكسد يعني ممكن تلاقي مالتي لوكيلر سيستيك كونجينيتال ليجن اللي هو السيستيك هجرومة وفيه جزء فينس مالفورميشن وياخد سابغة فانت هتحس ان انت بتتعامل مع كومبليكس ليجن فانت ممكن يبقى عندك ميكسد الفاسط فلو دايما ان انت فاتح ارتري على فين يهم فاتح ارتري على فين بنيدس في شبكة موجودة في النص يبقى ارتيريو فينس مالفورميشن او من غير شبكة في النص من غير نايدس يبقى ارتيريو فينس فيستيس يبقى الفاسكولر مالفورميشن فاست فلو و سلو فلو السلو فلو كابيلاريو فينس وليمفاتيك وممكن ميكسد الفاست فلو اي بي ام الارتيريو فينس مالفورميشن والارتيريو فينس فيستي طيب امال ايه الفازو بريليفراتيف لو دي بتبقى في الاطفال لو الطفل تولد بهيمانجيومة زي اللي هي بتبقى لونها بنفسي جدية في الوش مثلا او حاجة والطفل بيتولد بيها دي بيسموها كونجينيتال هيمانجيوم بيتولد بيها لو طلعت له خلال اول سنة تبقى هايبر فاسكولر ماس بيسموها انفانتال هيمانجيوم بي هو ما تولدش بيها لكن طلعت له بعد كده انفانتال هيمانجيوم ولو تولد بيها يبقى كونجينيتال هيمانجيوم والكنجينيتال هيمانجيوم بتتقسم على حسب الكورس رابد لانفليوتينج نون انفليوتينج بارش لانفليوتينج على حسب حصل لها انفليوشن لوحدها ولا لا تمام؟ انا كنت بس بنبع على التقسيم ديت عشان دماغنا تبقى مترتبة في الايتمز بس في النهاية ببساطة انا عندي فاسكولر تيومرز زي الانفانتال هيمانجيومة والانجيو ساركوما والحاجات ديت وهي فاسكولر مالفورميشنز ممكن يبقى سلو فلو أو فاست فلو أو ميكسات طيب احنا هناخد هناخد ايه ايتمز هناخد ماشين زي ما ماشي برايمان بس عموما ان هلاقي مالفورميشنز اللي هم كومينيكيشن ارتري وز فين اللي هما اللي ستة اللي فوق ديت وفي مجموعة تانية مالفورميشنز مفهومش كومينيكيشن بين الارتري والفين هنبدأ اول حاجة بالارتيريو فينس مالفورميشن ارتريو فينس مالفورميشن بتبقى عبارة عن باكفورمز وووم لايك سيجنال فويد تيوبيلر ارتيريال استركتشور او فاسكولار استركتشورز ارتريز و ارترياليز ارترياليز فينس بسبب الهاي فلو وانترفينين بينهم مفيش بينهم برين تيشو نورمل هو من غيء النان كومليكيتد اي فيم في البرين بيقولك بي من غير ما ده لو هي بينها التيشو اللي حواليها او بينها ممكن تعمله اسكيميا او عشان كده ممكن تلاقي مفيش إلا لو كومليكيتد زي مثلا كومليكيتد ب هيماتوم بيبقى عندنا نايدس وبيبقى فيه سابلاينج آرتري و درينينج فين ده دا دياجرام بيوضح لنا منظر الاي في ام و من من الهاي فلو البريشر يبقى عالي في الجزء الفينس مفيش طبعا نورمال كابيلري بيد في النص هو آرتريز و فينز فتحين على بعض و ممكن يبقى عندك آآ انيوريزم سواء تتكون في النايدس او برا النايدس اي دي اي دي نون نون كونتر سي سي تي لما كان الاريا اللي فيها اي في ام لما حقلنا سابغة بان معايا الورم لايك انهانسنج و مش عاملين و اي دي لما عملت الانجيو جريم خدت سابغة هتلاقي في برضو على قد الماجستير مش آآ مش علينا انا انا هنا زي ما قلنا وورم لايك تيوبيلر سيجنال ستركترز اي دي عملنا كونفنشن انجيو جريم لقينا تيوبيلر آآ دايليتد سيربيجنس آآ مالفورميشن ادي منظرها ام ار اوي تنزل مسلا فيلم ازاي ده سبوت يبقى احنا بنتكلم على آآ برين اي ام ارتيريو فينس مالفورميشن وورم لايك سيجنال فويد ستركترز ادي حالة تانية حد شايف هنا ده تيوان حد شايف حاجة في تيوان ده يتوقع المشكلة فين ماش شايفين طب تعالوا شوفوا التيوان بصوا في تيوان ما كانتش الدنيا واضحة ادي التيوان بصوا في تيوان الوورم لايك ستركترز وادي الفلير وسنة جليوزيس حوالي وادي لما حقلنا سبب ساورة اي بي ام اي بي ام اي بي ام كونبنشن ال انجيو جريم كلها مناظر لآ اي بي ام زي ما بأكد على طول ان كل البسولوجيس اللي بنشوفها في البرين برضو بنشوفها في الاسباين هدي سباينال كورد AVM طيب احنا الديزيز اللي فات قلنا اسمه AVM وده تبع الكونجينيتل بيتقسم كونجينيتل ديزيز واسع جدا فينز واسع جدا موصلين على بعض والبلوت فلو عالي فيهم مهمة لاتنين وده حاجة كونجينيتل موجودة في البرين كما بتاعة البرين او الكورد ده AVM هناخد حاجة تانية اسمها ديورال ايفي فيستولا ديورال ايفي فيستولا ليها قصة ثائري عشان تفسرها اولا بنشوفها في الكبار ثانيا هي مش كونجينيتل في الاغلب مش كونجينيتل هي اكوايرد ديزيز ايه اللي حاصل ديورال ايفي فيستولا الثيوري ان الاول العيان بيخش في ديورال ساينس رومبوزز ثرومبوز ترانزفرس ساينس ده الدياجرام بيحاول يفسر او يغسل لك الصورة حصلت ازاي لما حصل فينس رومبوزز بدأ يحصل بعد كده نيو فيسل فورميشن نيو فيسكولوراليزيشن انت عندك المينينجيز بتاخد بلات سابلاي مين المينينجيز في الاغلب بتاخد اكسترنال كاروتت في الاغلب المينينجيز بتاخد اكسترنال كاروتت فانت جايلك بلات سابلاي من الاكسترنال كاروتت لو تفتك الميد المينجيال ارتري مسلا اشهر ارتري من الاكسترنال كاروتت او يعني طبع السيستم بتاع الاكسترنال كاروتت مش انترنال كاروتت بيسابلاي المينجيز فالنيو فيسكولوراليزيشن اللي بتتكون بتبقى السورس بتاعها ممكن في الاغلب external carotid لكن ممكن برضو internal carotid وتفتح الفيسلس دي على الساينس تمام بعد شوية بالnew vasculation الكتير اللي هي خرمت الاسكالة بالexternal carotid ووصلت وتكونت جوه السرومبس وكمان في الوال of the dural sinus في الديورة بقت تكون بعد شوية ممكن تصوب بلد او تعمل communication مع الvenous structure سواء الساينس او cortical veins فانت بقى عندك tiny av fistulas in the dural wall يبقى انا انا بتكلم في انتي تانية بعد ما خلصت ال avm بتكلم في حاجة تانية خالص اسمها dural av fistula dural av fistula اولا بنشوفها في الكبار ثانيا هي acquired mesh congenital disease الدural av fistula ديت بالسيوري اللي بتفسرها ان العيان ده عيان كبير في السن دخل فيه سرومبس في الفين بعد كده ال new vascularization من الarterial blood supply of the meninges يعمل communication ما بين الارتري وما بين الvenous system of the brain فعملك في ال wall of the dural av fistulas هتلاقي جريدينج سيستم برضو كالعادة مش عايزين نحفظ ونوتر نفسنا لكن dural av fistula ده من من كتاب كور بتتقسم على حسب ان انت لو حقنت سابغة في مثلا ال external carotid وبعد ما حقنت سابغة السابغة دي راحت فين هل نزلت في السينس طب رجعت على cortical veins of the brain طب نزلت على ال spine ده الجريدينج بتاحها ده الفكرة بتاعته بس مش عليك تحفظه يبقى الـ adult neural av fistula usually acquired not congenital disease والسبب البosogenesis هو new angiogenesis ده مثلا انجيو جريم انجيو جريم ليه الاكسيبيتال ارتري حقنة سابغة في الاكسيبيتال ارتري لما حقنة سابغة في الاكسيبيتال ارتري حصل ايه ايه دي ملينا vascular structures ملت وكمان السابغة نزلت اوه في venus structure الابن الـ sinus فديت dural av fistula واخدى blood sublime in prefer ده جايب لك منظر ct و mr ليه الترانس اوسيس اه ارتريز الكتير اللي بتبرفريت وتروح توصل للسينس ده نفس العيان عنده هنا vascular structures موجودة عند قريب من LCB angle dural prominent vessels البرومنت vessels دي لما حقنة هنا بقى لما تحقنة بانت وبعد كده ملت على فين فهي dural av fistula طيب انا شرحت كل ده عشان خاطر الفيلم ده الـ dural av fistula اشهر ما يكون في الـ spine خلاص والفيلم دوت مشهور وممكن ينزل spot الـ dural av fistula انت ما بتشوفهاش directly في الـ spine ما كانها فين لكن بتشوف في الـ spine حاكتين ده النورمل t2 سجد الـ t2 على الـ spine اول حاجة بتلاقي في الكورد اديمة bright t2 signal يبقى انت عندك bright t2 اديمة سجنل في الكورد الحاجة التانية surface of the cord مليان prominent prominent vessels عليه dural av fistula يبقى الفيلم ده كده ممكن ينزل spinal dural av fistula فيلم MRI اشهر كمان من الـ brain spinal dural av fistula تلاقي اديمة cord اديمة و الـ vessels الـ prominent signal void على سطح الـ ايه الكورد ادي عندي هنا بس هنا السيجنل اديمة right t2 minimal شوية ودي الـ vascular structures الموجودين على surface of the cord نفس الكلام هنا عندي the vessels prominent على surface of the cord وعندي اروح على t2 الائ t2 signal bright بسبب اديمة في الكورد من الـ venus hyperting فاحنا قلنا قلنا تاني تاني malformation اللي هي الدural av لو حكينا قصتها بعد كده capillary tlangectesia دي سهلة خالص ولو عايز يعني لو في حاجات عاوز تنساها انسى دي capillary tlangectesia بتبقى عبارة عن capillary spaces واسعة capillary malformation وتبقى bright sanna في t2 الفلير وتاخد سبغة على خفيف ومفيش اي mass effect بص هنا ده t1 ده bright t2 وbright flare سوري خدت سبغة وادي خدت خدت سبغة وادي susceptibility ممكن تباين في susceptibility بالمنظر ده diffusion مفيش حاجة بتهيأ لي مفيش مفيش فيلم flare يعني داتي one white matter bright اي داتي two ده سبغة ده سبغة برضو ده susceptibility ده diffusion ده اي دي سي اي دي هنا كابلة تلانجيكتيزيا صغيرة خالص موجودة هنا enhancing فصاي وbright flare ولو عايز تنساها بس اللي ما تنساها ديت بقى ومن هي مهمة لها كذا اسم ديت في البرين ديت بتمثل زي الهيباتيك في الهيباتيك في البرين كابرنوم الكابرنوم ديت لو انت عملت انجيو جريم ذي كاتتر انجيو جريم مش هتشوفها فيسموها كريبت او 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 عشرين لتلاتين في المية بتبقى في بسبب مايكرو كالسيفيكيشنز اي حاجة تقيس عليها الاتينويشن الاتشيو على تعدي مية يبقى تعتبر كالسيفيكيشنز مش بلد فيه كم معلومة بقى عن الكابرنوم ديت ممكن تبقى كبيرة جدا ممكن تبقى سيستيك ممكن تبليد ممكن تبقى تانية تانية هنقولها ممكن تبقى زي وممكن تبقى دي حبة معلومات عن الكابرنوم طي منظرها ازاي في منظرها في يقولك بوبكورن بوبكورن قلبها من جوة بوبكورن برايت والرم بتاعها هيموزيدرن دارك دا فلير ايدي بوبكورن برايت كور وي برافري دارك رم أو هيموزيدر دا منظر تيتو gradient دا ازاي فلير دا فلير برايت في ال سنتر بوبكورن وي دارك دارك رم ايدي منظرها تيتو كافرنوما ممكن تطلع لك ملتبل كافرنوما ايدي كافرنوما داتي تو عادي منظر ال كافرنوما و داتي تو gradient كافرنوما زي ما قولنا وبأكد دايما كل الباصوليجز اللي بنشوفها في البريم بتشوف لها صور في الاسباين عشان تبقى فاميلير لعني كافرنوما في الاسباين في الكورت ملتبل كافرنوما بتبقى منظرها في سيتي هايبردينس لو استعليها اتشيو هيعدي المية يبقى كالسيفيكيشن ديفلوبمنتال فينس انامالي دايجنوستيك اميجين كاتب ان الانومالي دي كومن جدا لدرجة ان انت يعني لو عدى عدى مثلا اسبوع من شغل متواصل ومشوفتهاش يبقى انت اكيد مست يعني انت كانت موجودة وانت بس اللي ما شوفتهاش فهي كومن احنا قلنا قبل كده قلنا المرة اللي فاتت في او ان انا عندي كورتيكال فينس والكورتيكال فينس بتدرين اقرب كورتيكس وتروح على اقرب ساينس والديب فينس ياخد من جوه البرين تيشو من دايمة يروح لجوه لكن عمرنا ما شفنا مثلا عمرنا ما شفنا ان احنا عندنا يعني دايمان 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 واحنا بنشر على الفينس درين فينس الديب تيشو ديب تيشو فيدرين لجوه بالمضالة ريفينز حقا اسمعها مضالة ريفينز وتدرين لجوه للفينس للديب فينس سيستم وتروح لكن الكورتيكال تيشو يدرين لأقرب كورتيكال فين تمام الكورتيكال فين يروح لأقرب فينس ساينس طيب لكن ما عندناش في النورمال اناتومي ان احنا عندنا فاسكور يترافيرس البريين تيشو بالشكل دا فيبقى الانومال اللي احنا بنتكلم عليها اسمها development فينس ان انا عندي فينس بيبتدي كده بهد كبت مدوزا ويروح يترافيرس سواء لجوه او لبرا يبتدي كبت مدوزا ويروح يدرين او يعدي في البارين كما كلها ويروح يدرين لبرا او لجوه ادي منظر الكبت مدوزا ادي دياجرين بيوريك مثلا الكبت مدوزا اه اتكونت هنا وراح ترافيرس البريم متر ورايح تصب على فين برا فده مش نورمال اناتومي ده لكن اهمية الانومالي دي ايه مهمة جدا ان انت تدتكت وان انت تدو ده بيسموه دون تتش ليجين او ليف ليف مي اللون ليجين ان انت ما تقولش عليه حاجة خالص وتقول عليه ولا ولا ان هو ولا ان هو ليه علاقة باي او ما تكتبوش حاجة ما تكتبش ان هو حاجة خالص انا عندي بادئ بكبت مدوزا وراح سارح واخد لبر احسن واحد بيرسمع كالعايدة برضو من غير سابغة لكن السابغة ممكن ترسم ادي منظر الكابت مدوزا ادي دي ادي زي كابت مدوزا بدأ وطلع البر في ممكن تلاقي كابت ادي كابت الكابت مدوزا والفين اللي معدي في البرين تيشو هادي منظرها بالسبغة ده CT انجيو هادي DVA كل دي صور لدية وزي ما بقول لكم ان هو very very common anomaly وانه هو دون تتش لجي كتير جدا يبقى هو نفسه مش بي بليد وده كتب برايم ال DVA نفسه does not بليد لكن ممكن يبقى associated with other malformations زي الكافرنومة والكافرنومة هي اللي ممكن تبليد زي الحالة دية هي susceptibility رسملك جنب الكافرنومة اتنين كافرنومة رسملك ان في جنبهم DVA فينس فينس آممال ادي سبغة ورسم ال DVA سينس بريكرينيو دي سهل خالص دع فينس ستركتر حاجة اشتركوا في القناة برس احطة لكم كده بتاع الميتينج اللي جاي انتم معي آخر حاجة في الفاسكولر مالفورميشنز هو وهم اتنين ايتمز وفينوف جالن اي بي ام وفينوف جالن بيريكس تعالوا نشوف صور وبعد كنا نحكي حبة كلام نظري وفينوف جالن خطوة كويس جدا احنا احنا دلوقتي هو الفينوف جالين الفينوف جالين دوت نورمال يبيتكون من ايه كنورمال اناتومي من الانترنال سيريبرال اتنين انترنال سيريبرال بالزبط كده والبيزال فينوف ريسيزال يروح مكونين الفينوف جالين صح كده صح يا دكتور عبدالله بيبقى تقريبا طوله واحد سنتي ده النورمال وبعد كده يروح يصب ده ده اللي قلناه في جزء الفينوف جالينيج وبعد كده مع الانفيريور الساجتال ساينس يروح يصب في الستريت ساينس تمام معي يا دكتور عبدالله نعم معك طيب بص انا هنا اللي حاصل اللي حاصل ايه اصلا يعني الكلام النظري ان هو دوت مش الفينوف جالين نفسه فين تاني كده هو البركيرسر او الامبيريولوجيك البركيرسر وعندي ساينس عجيبة جدا اسمها فالساين ساينس دي ما كانتش المفروض موجودة مفيش حاجة هنا صح؟ مفيش حاجة هنا بتكومينيكيت المكان اللي كان بتاع البركيرسر بتاع فينوف جالين تروح للسوبرير ساجتال فدي سموها فالساين آآ ساينس خلاص بغض النظر انا انا مش عايز احفظ اسم الفين مش عايز اعوجع دمائي دلوقتي باسم الفيني البركيرسر ده ولا اه اللغبط نفسي بالقصة النظري انا انا الصورة فيها ايه يا دكتور عبدالله توصفها ازاي؟ اوصفها انه دي ابنورمالي دايلاتي بسر بالزبط جدا شطر جدا انا عندي ساجتال ساجتال سي تي انجيو خلاص آآ ويه مبين لي انا اضف لك كلمة انيوريزمال دايلاتيشن ليه ميدلاين استركترز عند مكان الفينوف جالين ويه الفينيس ديورال ساينسس صح؟ يبقى انا عندي انيوريزمال دايلاتيشن لبوستيرير ميدلاين فينس ستركترز طيب تعالى شوف الصورة دي هنا 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 بالتعالى على الصورة الساجتال تي تو دي ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ مش عايز اعصب نفسي مش عايز ادقي نفسي ده ده ميدلاين فينس ستركتر بوستيريور ورايح صب عند الفينيس ساينس طب الحاجة التانية ايه رأيك السيجنال بتاعته دكتور عبدالله؟ سيجنال فورد كويس جدا هل احنا متعودين على ان لو ده فينس ستركتر وبلوت فلو بطيء ويحصل له انيوريزمال دايلاتيشن كده منطقي منطقي انه هو يبقى سيجنال فورد كده ده معناه انه هو سيجنال فورد ان الفلو جوه عامله سريع ولا بطيء؟ لا سريع هنا سريع جدا تمام؟ بالزبط كده دكتور عبدالله دي المعلومات او ده 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 كده المعلومات اللي عايز اقولها عن الفينوف جالين مال فورميشن ان انا عندي سواء الفينوف جالين شخصيا في نوع او البريكيرسور بتاعه في نوع تاني حصل له اكستريم انيوريزمال دايلاتيشن فالانيوريزمال دايلاتيشن دا يبين معايا في كل مناظر الامجينج سونار امار اي انجيو بالمناظر دي الحاجة التانية المعلومة التانية ان الفلو جوه عالي جدا فده معناه ان انا عندي ارتيريال فلو او فيه ارتري فاتح على الفينوف جالين دا فهو تبع التقسيمة بتاعة الفاسكولا المال فورميشن وز اي في شانتنج فده ده الدياجرام ده بيوضح لهو مثلا بيبقى فيه الانفلو فيه فيدنج ارترز وهي اللي معالية الفلو فيه جدا تمام وعندي الميد دلاين استركتر دوت اللي هو نقدر نقول عليه نعتبره الفينوف جالين وديليتد جدا انيوريزمال دايلاتيشن شكرا جدا دكتور عبدالله ربنا كلمة فاحنا دلوقتي بنتكلم على الفينوف جالين مال فورميشن هو قالك قالك بقى نظري كلام نظري عندي نوعين فينوف جالين اي في ام وفينوف جالين فيريكس طيب تعالوا نقرأ قالك النوع اللي اسمه فينوف جالين اي في ام ده هنسميه كورويدال طيب كورويدال طيب فينوف جالين العيان ده نو نايدس نو نايدس احنا تعلمنا كلمة نايدس لما خدنا ال اي في ام الفورميشن اللي هي عملات لك وورم لايك في البرين دي كده بنسميها نايدس تمام العيان ده ما عندوش نايدس نو نايدس اما للباسولوجي اللي عندو ايه عندو كورويدال عند الكورويد بليكسس عندو كورويدال اي في في السلاء ارتري فاتح على فين في الكورويد بليكسس فانت الفيناس درينيج بقى ارتريالايز بلد يروح على البريكيرسر بتاع اوفينوف جالين لانه هو لسه ما يكون لسه ما تكونش فانت نو نورمل فينوف جالين ما فيش نورمل او فينجال اما المين اللي بيضايلات الميديان فينوف بروزينكيفلون مش عايز احفازه خلاص فانا اول نوع دوت اللي هو النوع لانه بيستغله بقى الكلام ده كتير في الامسي كيو بقى معلومات النظر دية تلاقي اا امسي كيو ويلغبطك فانت الكورويدال طيب دوت اللي هو بيسموه فينوف جالين اي في ام مع ان اسمه اي في ام لكن هو كورويدال اي ما فيش نايدس ما فيش نورمل اوفينوف جالين وفيه البركيرسر بتاعه ده بيبقى نيونيت والكلينيكال بروزينتيشن بتاعه هايدرو كيفلس واكون جيستف هارت فاليا بسبب الهاي فلو والرابد فلو ما بين الابن 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 الارتيريال على الفينس على طول لكن زي الصور اللي شفناها كده طيب النوع التاني اسمو فينوف جالين فيريكس ده يقول لك ميورل طيب ده البرزينتيشن بتاعه مش بهون يونيت وهو كبير شوية ليه بقى دوت اتكون عنده برينكمال اي في ام نايدس في نايدس زي ال اي في ام اللي خدنيها عنده نايدس بس ايه غالبا موجودة في الثالمس وهي اللي بتدرين انتو ذا فينوف جالين اللي نورمالي يتكون بعد كده مش في السلق قبل ما يتكون نورمال فانت بقى عندك اي في ام في الثالمس وهي اللي هتوسع فينوف جالين العيان دوت البرزينتيشن بتاعه مختلف عن العيان التاني ده بيبقى عنده هاير انسدنس اوف هيمورج بتاعالوا نشوف اه صور كده لي فينوف جالين اه مال فورميشن زي اه زي ما قلنا انا يبقى عندي الارتيريا الفيدنج ارتري والانيريزما الديلاتيشن لي الفينس تركتر اللي هو اه بيمثل مكان الفينوف جالين وي اه ادي منظره في كونترست انهانسد سي تي وي مالي سابغة الفاسكولي استركتر اللي هو فيه اكستريم انيريزما الديلاتيشن عندي هنا زي ما قلنا دي الفلسان ساينس في اه 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 وي حاصل فيها انيريزما الديلاتيشن هي وي البركيرسر اف فينوف جالين وي سابلاينج ارتريز باردو برومننت والمنظر جوه في تيتو سيجنال فويد معناه ان انا اه البلوت فلو سريع لما عملت ديجيتل اه سابتريكشن انجيو واصل عندي كازا اه في كازا فيس كازا فيس اللي هو اللي سابلاين الاستركتر مفيش نايدس لكن على طول الارتريز راحت تصب في الفين انا ده منظره سونار نيونيتل الالترسان لكن الاهم عندي منظر ال الامر اي في الساجتل تيتو الانيريزما الديلاتيشن وي اه السيجنال فويد اه استركتر ايدي اه السيجنال فويد اه استركتر ايدي لما حقنت لما عملت اه انجيو جريم وي قلنا قبل كده ان انا لما وانا بعمل كازتر انجيو جريم في قوضة الانترفينشن وانا حاطة الاسطرة في ارتري وحقن السابغة في ارتري المفروض وانا باخد باخد الرن وانا بصور يظهر معي ارتريا الانجيو جريم وما يظهرش معي في نفس الصورة في نفس الفيز اي فين لو ظهر معي فين وانا بحقن السابغة في ارتري يبقى في بوابة في فيستولة هي اللي فتح فتح ارتريا العاملة كومنيكيشن من ارتريا لفينس ادام فينس ستركتر بان معي في الفيز الارتريا يبقى ده اه فينوف جالن اه ما الفرميش ده منظره التراساوند يبقى ايكو فري كده شبه السيستات لكن بالدوبلر فيه فلو وايدي المنظر الانيريزما الديلاتيشن والفلسان ساينس وقلنا القصة بتاعة الميديان بروزنج فاليك فين والاي حاجة هطلق بطك انا بقولك اشتوبها والمرة الجاية مرة التانية التالتة وانت بتذكر ممكن تحفظ بشكل احسن معلومات اكتر والفلسان ساينس وايدي الانيريزما الديلاتيشن وماليين سابغة وايدي صور اجزيل تيتو وايدي الانيريزما الديلاتيشن والفيدنج فيسلز وسجيت الوان كده احنا نبقى خلصنا الجزء بتاع الفاسكلر ديزيزز تعالوا نوقف الريكورد ترجمة نانسي قنقر